لمناقشة هذا الملف يحضر معي في البلاتو صلاح دين دواجي الأمين والعام بالنيابة للاتحاد العام الطلابي الحر أهلا بك سيد صباح الخير أهلا بك بداية إذن طلبت الماجستار يهددون بالدخول في إضراب أو في احتجاجات مباشرة بعد عيد الفتر المبارك كيف تعلقون على الإجراءات الأخيرة لوزارة تعليم الحالي؟ المهم بعد بسم الله الرحمن الرحيم الإجراءات الأخيرة هي اللي خلت أنه طلبة الماجستار يعني ينتفضون غضبا لأنه يشوفوا أن المستقبل التحم مجهول لأنه تم تسويتهم في آخر المطاف بينهم وبين النظام يعني في المساري التكويني مختلف تماما جدريا وهذا التخوف يعني شيء طبيعي لكن الشيء الذي لابد علينا أن نعمل من أجله نحن كإتحاد عام طلاب الحر هو أنه كيف تمت سياغة هذا القرار دون النظر إلى الموقف الذي سيتخذونها طلبة الماجستار الألاف من طلبة الماجستار وهذا الشيء بعد الإفراج عن القرار في أواخر جوان 2016 تم خروج بعض الطلبة في اعتصامات أمام المجلس الشعب الوطني من أجل رفض هذا القرار الشيء الذي أود أن أتكلم عليها من خلال هذه النقطة هو أنه من حق طلبة الماجستار أن يرفضون هذا القرار بتسويتهم مع طلبة النظام الألمدي هذا لا يعني انتقاسا من النظام الجديد النظام الألمدي اللي هو النظام المعمول به والنظام الدولي ولكن هو عدم تماشي النظام التلاسيكي في تكوينه من بدايته إلى نهايته مع نفس الفرص المتاحة لطلبة النظام الجديد الألمدي خاصة في قضية الدكتوراه لأنه الكل يعلم أن القرار المؤرخ في 1998 الذي يتيح لطلبة الماجستار التسجيل أوتوماتيكي المباشر بعد الحصول على الماجستار إلى الدكتوراه ودخول في عالم التوظيف كأستاذ مصنف في خانة أستاذ أليف من أجل الدخول في عالم التوظيف وهذا لا يمنحه النظام الجديد الألمدي نحن كاتحاد عام طلاب الحر أيضا في هذا المسعى قلنا وما زلنا نقول ورددناها خلال الندوة الوطنية المنعقدة في جونفي 2016 حول تكييف القوانين مع التكسانة القانونية متشابكة عدة أنظمة لأننا نعيش تركومات أنظمة سابقة هي التي جعلت الوضع ما هو عليه إلا أنه فيما يخص للقرارات الأخيرة نرجو أن الوزارة تعيد النظر وندعوها كما أننا نطالبها بإعادة النظر في هذا القرار من الجانب قضية مساوية طلبة الماجستار في قضية طلبة الماجستار بالدخول إلى مسابقة للدكتوراه بالحديث عن المسابقة ربما هل من توضيحه أو لنسبة العشرة في المائة؟ هذا هو الشيء الذي قلناه وما زلنا نعيده ورفعنا تقارير الوزارة الوصية أنه من بين المسائل التي ستفجر الوضع في الدخول الجامعي القادم ونحن في هذا الجانب دائما ندعو إلى استباق الأحداث واستباق احتواء الأزمة قبل انفجارها فيما يخص بعد الاستقصاء نظن أنه احتفل سبوكيا هناك احتجاج عميق حول ما حدده 10% فيما يخص نثمن ما أتي به من القرارات الأخيرة حول زيادة ورفع العدد الطلبة الذين يشتزون الدكتوراه بالإضافة أننا نثمن قضية أنه الامتحان الكتابي هو الذي يبقى الفيصل في نجاح الطلبة كما أننا نثمن أيضا قضية إلغاء ألفا وبيطا والذي كانت تشكل هاجسا كبيرا لدى الطلبة فيما يخص الولوج إلى حتى الدخول إلى المسابقة المسابقة الدكتوراه هذا الشيء نثمنه لكن نحن كما نقولون قلوب اللي لبيتدير الخير كمنه كامل مع أنت أفتح المجال للجامعة ورها سيدي يا سيدي أنت لما تدير من جهة تقولي بالله أنا افتحت وزيت عدد المناصب والمشكلة أنه ليجانب تكوين وعطيت صلاحيات ليجانب تكوين فيما سبق في القوانين السابقة لجنة التكوين هي التي لا الحق في تحديد عدد المناصب والوزارة كانت تعطي يعني القرار الوزاري كان يعطي هامش فقط عدد المناصب فو د يعني ضرب اثنين الوزارة تقول ربما أنه عدد المناصب محدد أما الآن فعدد المناصب لا لا ليس محدد بل الوزارة لما لقيت أنه ليجانب تكوين دائما تتخذ من تلك القاعدة القانونية فيما يخص أنه عدد المناصب المفتوحة فو د يعني ضرب اثنين إذا عدد المناصب في تقصص معين فتحنا خمس مناصب دكتورة لدخول في المسابقة فيها الذين يجتازون لامتحان لا يقل عن عشرة معنا خمسة في اثنين هذا في القرار السابق قرارات ستسون ستسون دوز ستسون ترز ستسون كترز ستسون إما فيما يخص القرار الآخر يعني أعطى يعني ارفع من نسبة الدخول اللي هي عدد المناصب ضرب عشرة يعني معامل عشرة إذا كانت عدد المناصب عشر مناصب عشرة ضرب عشرة وتولي مئة على الأقل إما هناك لجنة تكوين وكأنها وكأنها هي التي وكأنه معنتها حاسدين يعني حاسدين طلبة في قضية تقرر مصير طلبة في قضية فتح أكبر عدد ممكن للدخول للمسابقة لأنه هذه المسابقة ففي ذلك فليتنافس المتنافسون نحن أعطينا عدة عدة اقتراحات أنت لما تدير هذه القوانين من أجل أنك تقيد العمالية أو من أجل أنك تخرج زبدة الزبدة من خلال هذه الدكتورة لأنه هذا تكوين أكاديمي من أجل أنك تخرج باحثين للمستقبل هذا الشيء هو يشكل إضافة صح من ناحية أخرى ندعو حتى لجنة تكوين عدم تقيد بمعامل عشرة بل يعطون هامش أكبر للمشاركة لأنه الوزارة أعطت على الأقل لا يمكنه قبول أقل من ضرب عشرة في معامل عشرة كما أنه يمكن قبول ألف دخول ألف لكن تجد معظم لجنة تكوين تمنع يعني تتقيد فقط ضرب عشرة ولو أرادوا أنها لا تكون هذه النسبة هذا الشيء يعني شيء إيجابي يعني أتى به هذا القرار لكن الشيء الأكثر أهمية والذي ندعو إليه الآن قبل أنه الطلبة يعيشون امتعاضا بعد بعد اللي كانوا ينتظروا بفارغ الصبر الوزير بعد الخطوة الجريئة اللي يقدمها بعد أنه عدل القرار لكن هذا التعديد أنا أظن أنه لم يأتي ملبيا لجميع الطلبة بل يرونه أنه مجحفا في هذا الوقت عدا هذا القرار أبرز ربما القرارات الأخيرة التي تتحفظون عليها بالإضافة إلى أنه تسوية أو التسوية ما بين نظام الألمدي والنظام القديم فيما يتعلق بالدكتورة هناك كثير من القرارات أتت بها الوزارة بعد الندوة الوطنية لتقييم النظام الألمدي والنسيجي الاقتصادي من بين أيضا هناك صدور مؤخرا من الدليل الدليل الطالب والمشور التوجيهي لدى الطلب قبل أن نذهب إلى المشور أو دليل الطالب إلى أي مدى ربما تعتبرون أن القطاع التعليم العالي اليوم يعاني من شرخ بين النظامين رغم جهود الوزارة إلى محاولتها الحتيتة إلى توحيد شهادة البكالوريا أو شهادة الدكتورة شهادة الدكتورة فيما يخص شهادة الدكتورة هي قرار جريء صح هل وفرت له الآليات في تطبيقه لأنه الإشكال ليس إشكال إشكال تسميات بل إشكال آليات في كيفية تطبيقه وكيفية إقناع الحائزين على هذه الشهادات نظن أن الوزارة ليس بحاجة أنها تروح تدير توحيد في قضية التسميات هذه لأنه يمكن القضاء على هذه التسميات تدريجيا يعني بأثر يعني تقدمي لما نبقاه في نفس النظام لأنه الإشكال الجامعة الجزائرية الآن أنها كل عشر سنوات تعيش يعني تعيش إصلاحات جديدة وإحنا دايما دايما نادينا وما زلنا ننادي لا نريد إصلاحا عقيما بل نريد إصلاحا عميقا يعني يعطي يعني كل الفرص المتاحة من أجل تطوير البحث العلمي من بين القرارات التي يعني كاتحاد عم طلاب الحور كطلباء التي نتحفظ عليها هو قضية لا يمكننا أن نتكلم عن أريحية الطالب الجميع أو تطوير البحث العلمي دون الوجوع إلى أريحية الطالب الجميع في قطاع الخطاء كصورة عاملة يعني ليس موضوعنا لكي نتكلم على هذا الجانب لكن كإشارة لها كإشارة أيضا هو أننا ندعو من هذا المنبر أن الوزارة الوصية أنها تكثف جهود التواصل مع مختلف شركاء الأسرة الجامعية وشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين في هذا الجانب وهذا الشيء اللي ما زلنا ندو به من خلال التقارير أيضا هو أننا نريد يعني حوار صلونات بكل بسط نريد حوار يستند على أنني لما أعطي رأي لما أعطينا رأينا في الندوة الوطنية السابقة هو أننا نرى توصية الندوة مجسدة على أرض الواقع نعم ابقى معنا سيد دواجي إذن تعديلات الجديدة أقحمت على دليل الطالب الجديد أبرز هذه تعديلات فيما يخص تعديلات حول دليل الطالب الجامعي شوف نحن دائما نقول للمحسن أحسنت هذا شيء كان من خضم ومن صميم ما طالبنا الدليل أولا من ناحية الشكل وجاء الوزارة الوصية وفقت في قضية سياغة شكل لدى دليل الطالب لأنه يوفر كما تكرت سابقا أرياحية لدى الطالب الجديد من أجل الاطلاع بكل يعني بكل أرياحية حول هذا الدليل من جانب أولا ليسهلوا حتى الاطلاع على مختلف كل جامعات الوطن وكأنه يسبح افتراضيا على مستوى جميع الجزائر هذا شيء إيجابي يعني على مستوى الشكل أيضا على مستوى آخر فيما يخص يعني تعزيز يعني أو تقليص من الأوراق التي كانت تنهيك الطالب الجديد في استخراجها وهذا الشيء إيجابي لإيجابها أيضا دليل الطالب من حيث طالب فقط وثيقتين أساسيتين من أجل التسجيل النهائي هذه الجوانب يعني ننظرون نحن من ناحية الشكل الوزراء ووفقت في هذا الجانب أيضا الشيء الذي أتى به الدليل الطالب هو قضية الأقسام المدمجة الأقسام المدمجة أو التخصصات المدمجة الليسونس المدمج أو بما يسمى أنه إعطاء أهمية قصوة في التخصصات الجديدة التي فتحت إلى الجانب المهاني إلى أنها تخصصات الليسونس مهاني ماستر مهاني هذا الشيء إيجابي وهذا الشيء الذي كان دائما من صميم اهتماماتنا وما طالبنا لأن الطالب الجامعي أي طالب لما يدخل للجامعة من أجل أنه يدير تكوين ميداني بش يروح يخدم الشيء اللي كنا دائما ننعيبه من قبل وأنه دائما الطالب الجامعي يتلقى تكوينا نظريا لما يخرج يصطادم مباشرة بالمعويقات حتى أن الشركات النسيج الاقتصادي والاجتماعي الخارجية ترفض أنها باش توظفه لأنه يقول لك باللي أنا مجيش لأنك قالوا التعلم الحفافة في غاسة نظام ربما لهذه الأسباب أدرجت ربما عدد ميناء الوزارات أو وزارة التعليم العالي أدرجت ربما تخصصات جديدة هذه تخصصات تابعة لوزارات معينة هل برأيك الدولة تبحث اليوم عن التخصص لتكوين إطاراتها؟ هي بطبيعة الحال لأنه شوف هذا الشيء يجعلنا أننا نتفائل خير أنه الدولة الجزائية وهذا الشيء الذي ذكرته سابقا لما نقوله باللي أنه لابد من هناك عقد مجلس تنسيق ما بين جميع الوزارات من أجل معرفة كما نقوله الاحتياجات يعني لبزوانت على بقية القطاعات هذا الشيء الذي دائما نذكره ويقولك باللي ما هو مهمة الجامعة الجزائرية أنها هي التي توظف الطالب هي مهمتها تكوينية صح صحيح أنت موفق في ذلك لكن أي طالب من لما يحوز على الشيء باكالوريا حاب يخدم بها لكن تتوفر له الشيء الميداني لكن ما تطيلوش إرزامل نعطيك على سبيل المثال زميلة السيهام هو أنه لما الطالب لما الإنسان يحوز على ليصانس الجامعة الجزائرية نرفض أنها تكون ماكينة لإنتاج الشهادات أو مطبعها لإنتاج الشهادات بل نريدها فضاء للتكوين الحر للتكوين الميداني يتيح مجالات لما القطاعات الأخرى نعتزوا بالإنتاج العلم لخارجات الجامعة الجزائرية لباقي القطاعات أو حتى القطاعات العمومية لأن التوظيف ليس مختصر على شكل القطاعات العمومية كان بودنا أيضا أنه خلال هذا الدليل أنه يضاف إليها المؤسسات الاقتصادية لأنه في عصر الأسمالية في عصر الخوصصة لأن القطاع العمومي لا يوفر نسبة كبيرة من مناصب الشغل التعويل الآن على القطاع الخاص الطالب لابد أنه نحيو أقلية أني لازم هنا نخدم عند الدولة ولا مانيش خدام لا لا العمل الآن أنا في سوق الحرة في سوق العمل الحر في كل هذه الأمور الجامعة الجزائرية مهمتها سمحيني نكمل لك نقطة هو أنها مهمتها التكوين أما أيضا هناك لابد من إعطاء نظرة استشرافية بدايتها معناتها علاقة ما بين لما ينجح الطالب يحوز على شاهدة الباكالوريا لابد أنه تعطى نظرة استشرافية ما معنى؟ إذا أنا سوق الشغل بما فيه السوق العام أو الخاص يعني يحتاج في تخصص معين في تخصص حقوق أو علومة إلى متصال أو اقتصاد أو مشابه ذلك يحتاج إلى خمسة ألاف منصب شغل بعد ثلاث سنوات فما تدعي أني أفتح عشرين ألف يعني عشرين ألف طالب يقرأ ذلك التخصص فما ما تصير بعد خمسة عشر ألف هذا وهذا هو الشيء لا يتعيش في جميع القطاعات الآن أنا أظن أنه الوزارة وفقة في هذا الجانب لكن لكن أنها همشة القطاع الاقتصادي والخاص كما أنه أدعو الوزارة إلى تفعيل هذا الشيء بعقود شراكة مع المؤسسات العمومية كما فعلتها مع وزارة التربية من أجل يعني تلبية الاحتياج فيما يحص الأساسية للتعليم على مستوى الأطوار فاني مدام الأمور كي ماركدا يمشي ويشوفوا الاحتياجة جميع القطاعات ويديروا الإحصاءات انتروهم ويفتحوا المجال ويديروا عقود شراكة لاشتل للطلب النجباء والطلب الأوائل في هذا العام سؤال الأخير سيد دواجي هناك حديث عن تقليص ربما منحة الطالب حتى تصل في حدها الأدنى إلى 2700 دينار جزائري كيف تعليقون على هذا القرار شوفي الأخت نحن الآن فيما يخص منحة الطالب الجامعي لو نرجعوا إلى الكورنالوجيا 200 سمعنا نحن حابين نقدمو لنحابين نوليو هذه المنحة هذه المنحة لو قررنا المنحة أتى بها غاح بعد الاستقلال رئيس الراحل هو ريبو مدين لما كانت 170 في المنحة يعني تعادل 170 ألف تعادل مع قيمته الآن ما يقارب زي جملة سنتيم يعني 20 ألف دينار جزائري الآن هذه المنحة لو أردنا أننا نشوف المعادلة الانتحة ما نلقوش المعادلة الانتحة لكن الشيء هذا أنا منظن أنه يعتبر إشاعة لأنه الشيء اللي روى فيما يخص بعد سيبت عمر الجاي بعد تصريحة سيد الوزير وتطمئنته حول عقد ندوة وطنية من أجل إصلاح الخدمات الجامعية وفي هذا الجانب نحن كالتحاد العام طلاب الحر عملنا مشروع فيما يخص ترشيد النفقات العمومية في قطاع الخدمات الجامعية من أجل قطاع عمومي ذو طابعين اقتصادية ومعنتها أنه الانتقال من الدعم الغير المباشر للطالب إلى الدعم المباشر الدولة تصرف كثير من المليارات أكثر من مليار وثمانيات مليون دولار بما يعادل أكثر من ثلثين الميزانية مخصصة للتعليم العالي والبعث العلمي تصرف أكثر من ثلثة إلى قطاع الخدمات الجامعية قطاع الخدم أهل الطالب لما درنا استقصاء المستوى الوطني الطالب الجامعي يحس أنه لا يستفيد شيء إلا القليل أين تذهب إلى تلك الأموال نحن الآن لسنا بساطة تفتح محاكمة جميع الجامعي إلى أن ذهب تأتي الأموال لكن ندعو من هذا المنبرو وندعو جميع الفعاليات إلى الانتقال من الدعم الغير المباشر للطالب إلى الدعم المباشر حدد له شحال كنت تصرف عليه أعطيها لدراهم أفتح القطاع الخدمات للخواص واته مازلنا محافظين مجانية التعليم لدى المتكلف فيها الدولة وطيفة ذلك فليتنافس المتنفيذون ومن بقاش نتناقش على مشاكل تاروبا ومشاكل تارداء ومشاكل الله بوصنبا يطلعها ولا يحبطها شكرا جزيلا لك سيد صلاحتين دواجي الأمين العام بالنيابة للإتحاد العام الطلابية الحر على كل هذه التوضيحات على حضورك معنا